الاحتباس الحراري ما هو الاحتباس الحراري؟ هي ظايرة ارتفاع ملحوظ في معدل درجة حرارة الهواء القوي الموجود في الطبقة السفلة من سطح الأرض وذلك خلال القرن أو القرنين الماضيين أسباب الاحتباس الحراري العوامل البشرية والعوامل الطبيعية العوامل الطبيعية البراكين ذوبان القليد النشاط الشمسي وحرائق الغابات العوامل البشرية حرق الوقود الأحفوري الأنشطة الزراعية تصنيع الإسمنت الزيادة السكانية النفايات الصناعية وإزالة الغابات يؤثر الاحتباس الحراري على الصحة المناه والنظام الحيوي آثار الاحتباس الحراري على الصحة تفشي الالتهابات الضارة تدني قدرة القسم على مقاومة الفيروسات وانتشار مرض حصال كلا آثار الاحتباس الحراري على المناخ ارتفاع مستوى سطح البحر زيادة الذوبان القليد تغير معدلات حطول الأمطار تغير دورة الكربون زيادة حموضة المحيطات زيادة أعداد السحب آثار الاحتباس الحراري على النظام الحيوي يؤثر على الطيور المهاجرة اختفاء أنواع من الحيوانات مع مرور الزمن وانتقال نمو النباتات نحو الشمال حلول لمشكلة الاحتباس الحراري تعزيز كفاءة استخدام الطاقة التنمية المستدامة تحسين قطاع وسائل النقل تحديث مصادر الطاقة المتقددة استخدام الطاقة النووية وإدارة الغابات والزراعة كلنا شركاء في المحافظة على البيئة